على مدى 76 يوماً عندما تعلن المقاومة في غزة بأنها ستنشر فيديو ما فإن معنويات الكثير من المتابعين ترتفع إلى السماء على الفور الكثيرون وقعوا في غرام المثلث الأحمر الذي يظهر فوق رؤوس قتلة الأطفال قبل اقتناصهم أو شعار الإعلام العسكري المنقوش ببراعة في الزاوية العليا لهذه المقاطع جميعنا نشعر بالإعجاب وننبهر في كل مرة نشاهد المقاوم حاف القدمين بالملابس الرياضية يتسلل بهدوء وسط حطاب المنازل وينسف الدبابات دبابة المركافة ثم يصرخ واللعت ويعود سالماً إلى ثكنته تحت الأرض والكل بلا استثناء إلا المتصهينين طبعاً يشعر بالإعجاب بعد مشاهدة فيديو للقسام بعنوان صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم لأسلحة صنعت محلياً رغم الحصار والمراقبة وتضييق اشتركوا في القناة هي حرب الصورة بين المقاومة والاحتلال حرب نفسية للتأثير على معنويات الأنصار والأعداء وقد شاهدنا قبل أيام كيف حاول الاحتلال التأثير في هذه الحرب النفسية بنشره مشاهد لاكتشاف نفق ضخم في شمال القطاع ثم ما الذي حدث؟ جاء رد المقاومة على الفور بفيلم دعاء متقن قلب الانتصار لهزيمة ورسالة الفيلم كانت وصلتم متأخرين عدوا معنا لمشاهدة هذا الفيديو موسيقى 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 المهمة أنجزت إذن النفق أدى مهمته في عملية طفان الأقصى وانتهى الأمر هناك أيضاً فيديوهات لأسرى الاحتلال التي تبوتها المقاومة ويطالب فيها الأسرى بوقف القصف الذي سيقتلهم ويطلبون من نيتنياهو القبول بصفقة تبادل تعيدهم إلى مستوطناتها مثل هذا الفيديو الذي نشرته القسام الأثنين الماضي ونجحت في الضغط على مجتمع الاحتلال وبالتالي على الحكومة التي عادت لتقول أنها مستعدة لإيقاف إطلاق النار والقيام بصفقة تبادل نشاهد كيف ينظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي للأداء الإعلامي للمقاومة نستعرض هنا بعض التفاعلات محمد حسان يقول بأن الأداء الإعلامي للمقاومة الفلسطينية سابق الصهاينة بخطوتين ثلاثة أداء ولا أروع لا يقل عن المقاومة على الأرض وأيضا مشعان يعلق ويقول حرب إعلامية نفسية كتاب القسام لم يثبت أنفسهم بالميدان فقط أيضا في الإعلام شخصيا تعجبني الحرب الإعلامية نوريل أشادت أيضا وقالت الدماغ شغالة مش بتنام وإبداع وكل شي بيرفكت في الميدان أخيرا عبد يقول كل ما يحاول جيش الكيان المهزومي لما أصورته ويكبر فيها قدام شعب ويطلعوا لهم القسام بفيديو إنكد عليهم عيشتهم وبينزلهم بالأرض أسفل سافلين طبعا من المهمة الإشارة إلى فارق الإمكانات التقنية بين المقاومة والاحتلال فالجند الإسرائيلي يقاتل بأفضل تكنولوجيا وأكثر سلاح متطور ويرتدي خوذة عسكرية مجهزة بكاميرا حديثة لالتقاط بطولاته على الميدان لكن حتى الآن لم يلتقط إلا لحظات إسعافه أو حربه مع الجدار والنوافذ حرب المقاومة الإعلامية لا تقل شراسة عن حربها العسكرية عجز الاحتلال عن مجاراتها ويفشل مرتين مرة في المواقع الجغرافية هو مرة في المواقع الافتراضية